يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل النشرة الرياضية من الجزائر الدولية أهلا بكم أجل المنتخب الجزائري سهرة أمس آخر حصة تدريبية استعدادة لمواجهة منتخب بوليفيا في الدورة الودية المقامة بالجزائر وعرفت الحصة تدريبية حضور نجمي روما حسن عوار الذي التحق صباحة أمس بمركز سيد موسى واندمجها في التدريبات وأشف على الحصة المدر فلاديمير بيتكوفيتش الذي وضع آخر اللمسات على تشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة المقررة جاءها بملعب نيلسون منظلة هذا يدخل المتخب الجزائري عهدا جديدا مع الناخب الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سيدشن مشاركته الرسمية مع الخضر بمواجهة منتخب بوليفيا نقاء يسعى من خلاله المتخب الجزائري لتحقيق انطلاقة جديدة وطي صفحة الإخفاقي في الكان يتطلع المتخب الجزائري لاستعادة توهجه مجددا خلال مشاركته في البطولة الودية الدولية بعد مشاركة المخيبة في النسخة الماضية من كأس إفريقيا للأممة بيكو ديفارا وذلك بخروج الخضر للمرة الثانية على التوالي من الدور الأول رفقاء يسين إبراهيمي سيدخلون عهدا جديدا مع الناخب الوطني الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش والذي سيباشر مهامه بمواجهة منتخب بوليفيا صهرت الجمعة بملعبي نيلسون منضيلا في برقي لحساب اليوم الأول من دورة فيفا سيري 2004 وعشرين والتي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الساديسي والعشرين مارس الجاري منتخب بوليفيا ممثل أمريكا الجنوبية ما هو أول منافس للخضرة ليأتي الدور بعد ذلك على منتخب الجنوب إفريقيا الذي بلغ مؤخرا المربع الذهبي من كاني 2023 بكوديفارا اللقاء الودي سيكون فرصة لاكتشاف مهارات المدرب البوسني التكتيكية وكذا خيارته الفنية حيث سيجد تحت تصرف أرمادة من اللاعبين الجدد على غرالي قطان وأنس حاج موسى وبقرار والبقية طاقم فني جديد ولاعب جدد نتمنى أن تكون صفحة جديدة في المنتخب علينا الآن العمل جيدا للمباراة التي تنتظرنا سعيد جدا بهذه الدعوة سأحاول إسعاد الشعب الجزائري الأجواء رائعة داخل المجموعة فضلا عن عودة بعض القدام على غرار سعيد بن رحمة ياسين بن زيا وياسين إبراهيمي والذين سيكتشفهم البوسنية لأول مرة المنتخب الجزائري المتربس بالمركز الفني الوطني في سيدي موسى منذ يوم الاثنين الماضي سيفتقد بعض لاعبه بسبب الإصابة على غرار بن ناصر الذي عاد إلى إيطاليا لاستكمال العلاجة دورة فيفا سيري ألفيني وأربعة وعشرين الدولية ستكون فرصة للخضرية لطي صفحة الماضي والشروع في كتابة صفحة جديدة على أمل تدشين مرحلة مليئة بالانجازات هذا وحسم التعاطل الذي جاء بهدف في كل شبكة مباراة منتخب أندورة أمام جنوب إفريقيا التي جرت الخميس بملعب التاسع عشر ميبع النابة شرقية الجزائر ضمن افتتاح الدورة الدولية الودية وافتتح اللاعب ريكاردو فرنانديز مجال التهديف لمنتخب أندورة عند الدقيقة الخامسة قبل أن يعدل اللاعب بليس مكوان النتيجة في الدقيقة الخامسة والعشرين لجنوب إفريقيا وسيواجه منتخب أندورة بوليفيا في ثالث مباراة مبرمجة خلال هذه الدورة يوم الاثنين المقبل على الملعب ذاته فيما سيواجه منتخب جنوب إفريقيا المنتخب الجزائري هذه الدورة تعتبر محطة تحضيرية لتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادم والتي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل لعبنا مباراة جيدة أمام منتخب قوي تراجعنا بعد تسجيلنا لهدف السبق وتعقدت مأموريتنا أمام منتخب جنوب إفريقيا الذي ظهر بقوة كبيرة في النهاية أخذنا نقطة التعادل وهو أمر جيد بالنسبة لنا كما قلت سابقا المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق لقد توقعنا هذا سيناريو خاصة في هذا النوع من المباريات أهم شيء هو أننا عدنا في الوقت المناسب وحققنا تأهل إلى النهائي أمام منتخب من الصعب أن تلعب أمامه بلغ منتخب أوكرانيا نهائي ملحق تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بعد تخاطيه منتخب البوسنة والهرسك في النصف النهائي الملحق المتخب الأوكراني حسب المواجهة بهدفين لواحد وسيواجه في نهائي الملحق منتخب إسلندا يوم السادس والعشرين من مارس الحالي كما قلت سابقا المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق لقد توقعنا هذا سيناريو خاصة في هذا النوع من المباريات أهم شيء هو أننا عدنا في الوقت المناسب وحققنا تأهل إلى النهائي أمام منتخب من الصعب أن تلعب أمامه حقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا مع لافنزويلا بهدفين لهدف المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب تشيس في ميامي بلوليليت المتحدة الأمريكية وتأتي المواجهة في طار السعدة ذات منتخب إيطاليا لدفاع اللقب كبطل بطولات اليورو التي ستقام بألمانيا في المقابل يستعد المنتخب الفنزويلي لخوض منافسة بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق شهر جوان المقبل كان ريتيقي مثاليا لأنه قام بعمل كبير في إنهاء الهجمات لكن قبل ذلك ساهم في الدفاع في الكراتية الثابتة وساعدنا في الصراعات الثنائية لأنه يتمتع ببنية مورفولوجية وهو قوي جدا في الرأسيات خاصة في منطقة الجزاء يجب علينا أن نشيد بالجهد الذي بذله مع الفريق الذي ربما تأثر بدنيا ضد منتخب أقل مستوى منه أحرص البطل الجزائري عمار مهدي ميدالية ضهبية في منافسة القفص بالزانة في الألعاب الإفريقية المقامة بأكرى مجهة أخرى تأهل كل من الملاكم محمد حمري في وزن 80 كيلوغرام وأسامة كانون في وزن 86 كيلوغرام لنهائي منافسة الملاكمة لتضمان الجزائر على الأقل في الضياتين في القفاز للرجال فيما بلغت البطلة الجزائرية الشاق شايبيا الأخرى النهائي تغلب الروسي رومان سافيولين على الأرجنتيني دياغو شوارزمان بمجموعتين دون رد بواقعي 6-62-64 في الدور الأول من بطولة ميام المفتوحة للتنس سافيولين سيواجه لطالي لورانزو موطيني في الدورة المقبل ولد سيدات تغلبت ماريا ساكاري على الصينية يوان بنتيجة 6-62 لتبلغ الدورة الثالث في بطولة ميامي وحققة اليونية التي هزمت يوان خلال ساعة أفضل أو 19 دقيقة أفضل نتيجة في مسيرتها حتى الآن عندما حلت في المركز الثاني ببطولة إنديان ويلز المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر أما نحامل اللقاب بريق المدريد المركز الأول في دور الأوروبي لكرة السلة قبل ثلاث جوالات من نهاية المبسم النادي الملكي فاز على بارتزان بلغراد بنتيجة 88 مقابل 76 وكان الفريق الصربي أمل في الفوز والبقاض من المراكز العشرة الأولى للعب منافسات البلاي أوف وكان دور ماريو هيزونيا محوريا في فوز الريال بتسجيله 25 نقطة من بينها 5 من 6 محاولة ثلاثية بينما سجل فرانك كامينسكي 19 نقطة لبارتزان بلغراد ختم النشر الرياضي المزي تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية ظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء قدم لكم هذا البرنامج برعاية مبيليس الرعي الرسمي من تقبل وطن والاتحاد الجزائري لكرة القدم مبيليس معا نصنع المستقبل